بالمناسبة أنا بقول دايما للناس طلب الطلاق في بعض الأوقات ما بيقاش معناها طلب الطلاق وأنا بقول لكم أن طلب الطلاق بيكون سببه خمس معاني عند الست منه ما أنا أنه أن الست بتقول له جزهة لما تطلب منه الطلاق في الحالات اللي إحنا فيها دي عند اختلاف الطابع بتقول له إيه عايزك تفهمني بقى عايزك إيه اللي حاصل إحنا تغيرت إنت تغيرت يبقى أول معنى إنت تغيرت المعنى الثاني أنا عايزك تفهمني المعنى الثالث عاوزاك ومفتقداك ياريت تحس بي المعنى التالي حس بي عشان مش هينفع نستمر على كده الحاجة التالتة أنا خايفة ان انت تفارقني وتسبني فارجوك قرب مني وتمسك بي بينني اللي انت بتمسك بي ايه ده الست بتكون اصلا بالطلع ده او هم موجودين قدامي وسمعيني وعارفين ان هم كانوا بيقصدوا ده يجي الراجل يقول لي ما تقولي الكلام ده ما تقول لي طلقني وتحسسني ان انا مش راجل ولزاك هي بتقوله ايه طلقني لو كنت راجلي يعني هي بتقوله ايه ارجوك ما تطلقنيش وتمسك بي وخليك راجلي هي بتقوله كده بس ايه ده تعبيرها لازم نفع من العلاقة ما ينفعش تستمر كده خلاص فبنختلح عليه عشان علاقتهم تبقى علاقة الموج بالشط مش النار بالمية نعمل ايه نعمل زي السيدة عايشة لما حصل مع السيدة عايشة لما كسرت الطبق كسرت صفحة السيدة حفصة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه ما عملش ايه فحضرته صلى الله عليه وسلم قال غارت امكم فكان ده احتواء واحتضان بكلمة غارت وامكم حطها في مكانتها وفي نفس الوقت وضع لها تقييم فالغيرة دي ما نفهاش خالص عن السيدة عايشة ما قالاش انت ما تغيرش تاني لكن ايه اللي حاصل حط تحول الى شط فقال غارت امكم ففكرها بان هي انسان حكيم وما يلقش بيها ان هي تعمل كده وراح واخد طبق من عن داود ده للسيدة حفصة يبقى ايه اللي حاصل يبقى الستة بتكون عارفة في الحقيقة الستة بتكون عارفة ان توهجها ده جزء من الاثارة والتأثير في شريك الحياة سعد بتزق الشريك الحياة بالاثارة دي عشان يفوق لكن برضو لازم نراعي مبدأ ان الشيء اذا زاد عن حده ينقلب الى ضده القلب الراجل ممكن يشتعل ويحس ان هو فقد رجلته وفقد وجوده وفقد مكانته في البيت وعشان كده لازم الامور تكون تحت السيطرة لان لو استمر ده هتبقى المسألة فيها مشكلة جدا ونزيك لما بتزيد بقى لازم ناخد اجراءات مختلفة زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم لجأ للتحكيم وجاب سيدنا او بكر يحكم بينه وبين السيدة عائشة عشان الامور ما تلفلتش وما تخرجش عن السيطرة